ليست هناك خطوة واحدة قادرة على الإنجاز إنما مجموعة من خطوات صغيرة قربتهم من تحقيق أهداف وجدولة أخرى الأمر يتعلق بتجمع المهندسين السوريين في تركيا وقد شهد مؤتمرهم التاسع في مدينة اسطنبول تطوراً لافتاً في بناء نهج وعلاقات اقتصادية تقوم على جمع أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد المال والأعمال في مكان واحد قد تتوالد فيه الخطط والأفكار حاولنا نغير مجال اللقاءات من لقاءات اجتماعية أو تدريبية إلى لقاءات مهنية ربما تعطينا دوافع للقاءات التجارية الشراكات التشبيك بين الشركات بين الباحثين عن العمل يعني ليكون فيه تكامل بين أعضاء التجمع إن شاء الله خلال ساعات من أعمال المؤتمر استمع المهندسون السوريون على اختلاف اختصاصاتهم الهندسية ومشاريعهم المهنية إلى محاضرات ونصائح ترتبط بدراسات السوق والجدوى الاقتصادية وأنظمة الضرائب والمالية التركية فضلا عن التعريف بسبل تطوير الأعمال وإيجاد منافذ للاستيراد والتصدير وبناء شراكات محلية وخارجية لماذا نحن موجودين في هذا المؤتمر؟ نحن في شراكة بين تجمع المهندسين السوريين موجودة بتركيا والهدف الأساسي أن الشركات الموجودة في التجمع تعرف عن الفرص الموجودة في السوق فنحن مثل صائدي مشاريع نشتغل على جهتين جهة الأولى أن الشركات السورية الموجودة هنا نحاول نطور أعمالها بأكثر من طريقة بالإضافة إلى الشركات التركية اللي عام تساعد موظفين سوريين وكمان نحاول نساعدها في جلب عقود وطرق للتصدير بشكل عام يتبادل المهندسون السوريون الخبرات المتراكمة في هذا التجمع يقولون أن التشبيك فيما بينهم ساعدهم على بناء كيان ينطق بأهدافهم ورؤاهم أمام الجهات الرسمية التركية كما مكنهم لمد يد العلاقات وبحث أفق التعاون مع بقية المهندسين سواء في الداخل السوري أو في بقية الولايات التركية خارج اسطنبول لم يتوقف الأمر على التعريف بالشركات السورية على اختلاف أنشطتها التجارية نظريا بل امتد الأمر لإقامة معرض مصغر على هامش اللقاءات يعرف بفعاليات كل مؤسسة ويجيب عن تساؤل المستثمرين وأرباب العمل نحن الهدف من وجودنا أول شيء زرع الوعي تجاه شيء اسمه دراسة سوء دراسة سوء للأسف عم تنعمل بطريقة غير احترافية نحن متخصصين من الولايات المتحدة بهذا المجال وعننا خبرة أكثر من 15 سنة فالأسف عم نشوف أنه في بعض الشركات عم تدخل على السوء بشكل عشوائي بدون ما تعمل دراسة صحيحة وبالتالي هذا الشيء يعمل عليهم كوستكاليف عالي جدا خطوة أخرى إلى الأمام يخطوها تجمع المهندسين السوريين في تركيا مستفيدا من عاملي الخبرات الشخصية والحاجة المتبادلة مع البلد أما فيما يتعلق ببناء شراكات محلية وخارجية فسيبقى معيار النجاح مرهونا بالنتائج ناصر عدنان لتلفزيون سوريا اسطنبول